أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق ومحافظات المملكة للرجال والنساء للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي أذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة والتي لا يمكن تأجيلها مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر التي يتم إنجازها عبر 13 مركز لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة للمراجعة